امتهاكات الصهيونية ضد الشعوب العربية أو الشعب العربي الفلسطيني تعدد كل التوقعات لحسن احنا كنا بنتكلم دلوقتي أقول لسه حضراتكم شايفين مع زميلاتي العزيزات التشيع جثمان 13 شهيد من شهداءنا في غزة وما بينهم 3 أطفال لما بييجي العدو الصهيوني يتكلم على ده فبييجي يقول لك والله هي حربه وإحنا بنضرب المناطق دي لأن احنا عندنا تأكيدات أن هناك عناصر من المقاومة وعناصر من حماس وما إلى ذلك طيب وما قولهم في مسألة نتسح يهودة على سبيل المثال الفرقة اللي أصبحت بتستهدف الناس مباشرة فمثلا على سبيل المثال عشان تبقى عارف الفرقة دي استهدفت مواطن فلسطيني عنده 76 أو 77 سنة استهدفوا بأنه هم خدوه كتفوه رجل كبير شيخ خدوه كتفوه ورموه في الشارع طبعا ساعات في ظل هذا السقيع وفي ظل هذه التقلبات الجوية والرجل توفى مات طيب الولايات المتحدة الأمريكية لما لقيت الراجل مات اخذ بالك بقى الولايات المتحدة الأمريكية ليه لقيت الراجل مات فقامت الدنيا ولا قعدتش لأن الراجل فلسطيني يحمل جنسية أمريكية يعني عمليا أن الأمريكان ما انتفضوش لأجل الفلسطيني هم ما انتفضوا لأجل مواطن أمريكي وخدوا قرار أنه هم يوقعوا عقوبات الايه على كتيبة أو فرقة نتسح يهودة تحديدا يعني أن لو هوقع العقوبة بوقعها على فرقة أو كتيبة ولا بوقعها على هذا الجيش المعتدي والغاصب والذي يستمر في إجرامه طيب وقعت العقوبة على هذه الكتيبة أو هذه الفرقة المارقة منين بتعاقب ومنين بتقر حزمة مساعدات عسكرية لنفس ذات الكيان الصهيوني المحتل وجيشه حتى يستمر في إجرامه تجاه الفلسطينيين شيء غير مفهوم فكرة التضارب اللي حصل المسألة ما بقتش بقى الكلب مكيالين فيما هو متعلق بالمواقف الدولية ده أصبحوا بيكيلوا بمكايل عدة جو نفس ذات الموقف المتعلق بنفس ذات الكيان